بالعودة إلى العاصمة أنجميناو بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم فقد ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبيرا الاجتماع الشهري حول التعليم وركز الاجتماع على أهمية تضافر جهود الحكومة والشركاء الفنيين والماليين والاجتماعيين ودعم العملية التعليمية في البلاد تقرير خالد مصرحاش بعد انقطاع لفترة من الزمن استؤنف مجددا الاجتماع الشهري حول التعليم والذي يجئ في ظل تحديات جمة يواجهها قطاع التعليم وفي محاولة من القائمين على العملية التعليمية الحكومة والشركاء الفنيين والماليين والاجتماعيين لإيجاد الحلول لمشاكل العملية التعليمية وإنقاذ العام الدراسي في مستهل حديثه بمناسبة هذا الاجتماع قال رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير إن الاجتماع يسمح للحكومة وشركائها بمناقشة قضايا التعليم ومن ثم أثنى على جهود الشركاء في مرافقة الحكومة من أجل توفير تعليم نوعي للشباب كما شكرهم على دعمهم المتواصل الذي قال إنه يسهم دون أدنى شك في نهضة التعليم في شادة كما أشاد أيضا بدور الشركاء الاجتماعيين والتزامهم بالحوار الاجتماعي وأشهد الاجتماع مداخلات وزراء التعليم العالي التربية الوطنية الوظيفة العامة والمالية والميزانية وأتمح ورد مداخلاتهم حول عدة مواضيع من بينها وضع التعليم بشكل عام في البلاد توظيف وتوزيع المعلمين في مختلف الأقاليم بالإضافة إلى جداول وحوافز الامتحانات والمسابقات وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تايسو تحدث عن أهمية تضافر الجهود من أجل إنقاذ العام الدراسي تحدث عن اجل إنشاء الله كما ناقش الاجتماع التحضير لمؤتمر الأحوال العامة للرياضة في تشادة المزمع إنعقاده قبل نهاية العام الجاري وفي هذا الإطار أشار الأمين العام بيزارة الشباب والرياضة إلى تقدم العمل داخل اللجنة المسؤولة عن التنظيم هذا وقد قرر المجتمعون تشكيل لجنة خاصة تضم الحكومة والشركاء من أجل إحصاء الاحتياجات الأساسية ووضع برنامج للعمل من أجل إيجاد الحلول لمختلف مشاكل العملية التعليمية وقد شدد رئيس الوزراء على أهمية عقد الاجتماع بشكل منتظم في حين جدد الشركاء التزامهم وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم للعملية التعليمية في البلاد اشتركوا في القناة